اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيا يا سادا لا أحد يريد شراء الكبريت الكبريت الرخيص هيا سادا تريدون الكبريت عادة أبي يا أبي عادتك يا أبي البرد شديد في الخارج والدفء هنا مضاعف دفء الموقف ودفء الأسرة أدم الله هذه ساعة فهي كنز لمن يعرف كيف يصونها هيا أحد الكبريت هيا أشتروا الكبريت أرجوك هلن يشتري أحدكم مني الكبريت اشتروا الكبريت أرجوكم اشتروا الكبريت لقد البرد يجمد عظامي وأطرافي ساعدني يا رب موقض فيه نار أين جدتي وتذكرت أحلام أيام ساعات والدفء الماضية جدتي ما أدفأ حظناك يا جدتي وما أرواعك يا صغيرة جدتي هل ستحكين لي حقايا تطلب كما كانت أمها تطلب من قبل جدتي كانها مكان في قديمي الزمان كانت هناك فتاة صغيرة ماذا صغيرة؟ هل كانت هذه الفتاة كبيرة وعمرها أكبر من عمري أم كانت صغر؟ كانت صغيرة وطيفة وجميلة ورائعة في مثل عمرك يا أحلام وكانت هذه الفتاة تحب جدتها التي تجلسها على قدها الدافئ لتروي لها حكاية جميلة قبل أن توم صحيح؟ بلى كان جمالها غير عادي صفاء السماء في عينيها التي تلمعاني كالنجوم شعرها كخيوط الشمس وصوتها أجمل من تغريد البلابل كانت الجدة اللصيفة تروي دائما قصصها الجميلة التي تتهي غالبا هكذا هل السعادة لا توجد إلا في الحكايات؟ تعال يا أحلام منظر إلى السماء سترين نجوما براقة وأخرى شاحبة هكذا الناس بعضهم براق ويعيش في سعادة والآخر حياته ألم لكن النجم يبقى نجما علي ولا يتأثر فواء أكان براقا أم كان شاحبا أليس صحيحا ما أقول يا جدتي؟ بلى يا صغيرتي ستصبحين حكيمة عندما تكبرين وتصيرين في عمر جدتك عندما توفيت أمك واضطر والدك إلى السفر لم يعود لي هم سوى تربيتك وتعليمك كانت وصيتها لي قبل وفاتها اهتمي بأحلام أطعميها وصقها علميها وفعلي وفعلي خفت في بداية الأمر ولكن حبي لك كان أقوى من كل شيء في هذه الدنيا فحب الإنسان لولده كبير ولولا أهل ما عاش الإنسان على وجه الأرض فالبغد والكره يتحرق الإنسان أجل لا أدري لماذا يطلم الناس بعضهم بعضا لقد خلقهم الله ليعيشوا معا ويساعد كل منهم الآخر في السماء نجوم ولو كان واحدا لما استطاع أن يضيء السماء مهما كانت قوة ضوءه لا يقاس بضوء النجوم مجتمع وكذلك الإنسان لا يستطيع التخلي عن أخيه الإنسان نعم لقد فهم لكن هذه الأيام السعيدة الدافئة لم تدم طويلا جدتي انهضي انهضي أرجوك حفظتك الصغيرة وأحلامت ناتيك ماتت الجدة وبقيت أحلام وحيدة جدتي ألم تملي من هذا الجلوس سيدي هيا انهضي بعد أن ماتت جدتها بدأت الأيام القاسية في حياة أحلام لا تعودي إلى المنزل ومعك عود واحد عليك أن تبيعيها كلها هيا تعودي الكبريت جميلة ورائعة رائعة إنه كبريت جيد لا أرى أحدا في هذا المكان المطر شديد يا رب ماذا أفعل لم أستطع بيع حزمة واحدة ولن أستطيع العودة إلى المنزل وهي معي ماذا أفعل ألا يحتاج سيدي إلى شراء الكبريت شراء الكبريت انا بائعة الكبريت ولا تحتاجون الى الكبريت اعطيني حزمة افضل سيد هذا كثير لا ايدها الفتاة الطيبة لكنها نقود كثيرة جدا انا بائعة الكبريت ولست متسولة ولا استطيع ان اخذ اكثر من ثمنها ومن قال لك انني لن اخذ جميع الكبريت بهذه النقود كلها يا صغيرتي ستأخذ الكبريت كله هل ستفتح معملا للكبريت لقد اشتريتها كلها لتذهب الى منزلك ولا تبيع الكبريت في مثل هذا الجو البارد شكرا لك اشتريتها واعيدها هدية اليك ارجو ان تقبل هديتي اراك بخير يبنتي اشكرك يا سيدي انت كريم جدا الى لقاء تابعت احلام بيع اعواد الكبريت في تلك الايام الشديدة البرودة مشت طويلا فوق الثلج وتحت المطر وفي وجه الريح وكل امالها ان تبيع ما معها من كبريت لا تضربني يا سيدي ضرب الرجل احلام في تلك الليلة ورمى بها خارج المنزل وبقيت احلام حيدة في هذا العالم البارد اسمعي اياتها الغبية لقد ادخلتك لامنحك فرصتك الاخيرة للعيش في هذا المنزل وهي ان تبيعي كل الكبريت وإلا ولكن لن استطيع فالبرد قارس وحذائي وهل علي ان اشتري لك الاحذية ايضا هل يجب انني اطعمك هذا انسيه بسرعة كان هذا حذاء فالدتها وقد كان قديما جدا وكبيرا جدا ولكنه مع ذلك افضل من لا شيء خرجت احلام الى الشارع البارد لتبيع الكبريت من جديد انسي اطاق اطاق احيائق شعب شعب اشتروا الكبريتة ايها السادة انه كبريت جيد انا ابيع الكبريت هيا تعالوا ايها السادة الن يشتري الكبريت احدا منكم يا سادة الا تريدون الكبريت كيف ستوقض المدافئ من دون اعواد الثقاب اشتروا كبريت انه رخيص الثمن لماذا لا تشترون باعي اعواد الكبريت الكبريت اشتركوا في القناة اعلم الكبريت انا ابيع اعواد الكبريت من يشتري هيا يا سادة لماذا لا يشتري احد منكم لماذا لا يشتري احد اشتروها ثمنها رخيص جدا ارجوكم اشترو ارجوكم ثمنها رخيص جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحرك اطرافها التي جمدها السقيع اما اعواد الثقاب فهي على حالها لقد حل الظلم ولم استطع بيع شيء من الكبريت واذا عدت الى المنزل وانا في هذه الحال فان العقابة الشديدة ينتظرني من دون شك هذا علي ان افعل كيف سأتصرف كيف سأعود اذا اشعلت عود الكبريت هذا فانه سيدفئني قليلا سانال عقابا شديدا اذا اشعلت لا بأس بواحد واحد ادفع انا هدافيا المترجم للقناة يا للروحة أقدم لك نفسي أنا الإوزة المحشوة بالمكسرات فما رأيك أن القصف؟ موافقة آياتها الإوزة الجميلة هيا رائع رائع هيا هيا جميل هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة